أهلا بكم الدكتور دايما بيفكر في حاجة مهمة جدا أنه يخلي الست والراجل يوصلوا لبرى الأمان يوصلوا لأنه يكون عندهم طفل يروحوا بالبيت تيك بيبي هوم أو تيك بيبي زي ما أنتوا عايزين تقولوها خلي بالكم أن التلقيه الصناعي يعني مثلا والحقن المجهري بيكلف أو يعني تقريبا فيه الدراسة عالمية قالت أنه هو من 10 ل13 و7 من 10 مليار دولار سنويا وده حجم الإنفاق على العمليات دي ده معناها أن ده حلم للعالم كله العالم كله نفسه يكون ما بين أم بالذات بستات أو أم وخلي بالنا لما النهاردة مدعنا نشوف كده إيه المشكلات يعني إيه لما نيجي نبص للكمبلينز بتاعة البايشنز هلقيهم عبارة عن إيه إما أسئلة متعلقة بالرجل متعلقة بالرجل في حول الحياة المنوية حول القدرة الإخصابية يعني الراجل أسئلته أو طبعا الست والست دي خصة وموال لأن الست هتلاقي الأسئلة بتدور حوالين مش بس قدرتها الإنجابية لأ ده بتدور حوالين سنها كمان اللي بيلعب دور مهم جدا في القدرة الإنجابية تلاقي سن لق عامل مهم داخل في الموضوع كمان فيه سؤال أو أسئلة هنلاحظها حوالين السيتيواشن يعني إيه السيتيواشن الظروف والله اتنين ومش قادرين يخلفوا دلوقتي ووراهم صفر ووراهم عندهم مشاكل طبية معينة الزت بتاخد كيماوي الرجل هياخد كيماوي ربنا يشفي كل الناس ده زرف مرضي فإحنا بدأنا نرصد أسئلة كتير جدا عبر الفيسبوك لضيف العزيز والبرنامج لأن الموضوع كده الموضوع إما راجل أو ست أو الاتنين مع بعض أو ظروف معينة محيطة بالجوازة أو محيطة بالرغبة في الإنجاب تعالوا نشوف مع بعض المعنى ده في أسئلة عديدة مع واحد من نجوم عالم الحق المجهري واسم علمي رائع جدا بيبهرني جدا بأسلوبه المتميز الجميل اللي لاخله من علم غزير زائد بساطة في التنوير وده طبعاً هيخلينا استمتع بهذا الحوار وخصوصاً أن الحوار منكم منتو يعني الأسئلة كلها أنتو اللي بتسأله وتعالوا نقسمها زي ما أنا قلت لكم مع بعض بس الأول أرحب بضيف العزيز القيمة العالمية المتميزة والإسم اللامع الأستاذ الدكتور إسلام سعيد استشاري الحق المجهري وأطفال النبيب المدير الطبي لمركز زينة الحياة لحق المجهري وأطفال النبيب استشاري النساء والتوليد والجراحات المناظير مجستير نساء والتوليد وعلاج العقم من كلية طب جامعة عصيوت ودبلومة مستشفيات بيرمنجهام للحق المجهري وأطفال النبيب الاسم المتميز لغاية أهلا بيك يا كتور أهلا وسلام حقيقة أطفال أيمن رحب حقيقة طبعا وجمهورك العريض في مصر والعالم العربي كله إن شاء الله أنت منورني وكل التحية والحب اللي أهلنا في الصعيد يعني النهاردة إحنا عندنا واحد من خير سفراء الطب في الصعيد خلينا أبدأ الأول بالمعنى اللي أنا بقوله ده هو القصص اللي هنشوفها دي احتمالاتها إيه؟ راجل أو ستة أو لتنين هو طبعا نبشر حك في البداية تور أيمن على المبادرة الجميلة في البرنامج إننا إحنا نتبنى أسئلة الجمهور والمتابعين لنا باختصار إحنا موجودين النهاردة علشان نخدم الناس نعرف إيه الأسئلة بالضبط إيه المواضيع اللي حابين يعرفوا عنها اللي حابين ننور نقاط هما بالنسبة لهم غمضة بيسمعوا عنها ممكن من مصادر مش مواسوكة فطبعا منبر زي منبر تور أيمن ده من الحاجات العظيمة في الدور ده في مصر عمتا وفي الصعيد بشكل خاص تشكرك الكيس الأولية القصة الأولية بتقولك عملت عمليتين حق نمجهري وكل مرة الحمل ما بيكملش أحاول تاني ولا ما فيش أمل علما بإن سيدناها 30 سنة في النهاية تور أيمن بيسميها محاولة حق نمجهري يعني محاولة يعني حاجة قبلة للنجاح وقبلة للفشل فطبعا لكن إحنا أول ما نقول تجي حالة لمركز عمت مرة اثنين تلاتة ما حصلش حمل نقطة من أول السطر نقف بالراحة كده زي ما حكي قلت نمسك تفاصيل اللي علاقة بالزوج ونرجعها تاني مع أساسة أمراض الزكورة نمسك تفاصيل الخاصة بالحالة الصحية للسيدة ومراجعة الهرمونات ومراجعة التحليل الخاصة بيها وإن الأمر ده تأكد من خلوها من أمراض مناعية أو أمراض مزمنة وبعد كده نطمن على تجويف الرحم اللي هو هيستقبل في الآخر الجنين ده طبعا فيه بعض التريكس المهمة جدا والأقضيت في الوقت الحال نستعين بيها معمليا كمان في التعامل مع حالات الفشل المتكررة المهم في مراجعة الملف في الحالات السابقة يعني ما أخدهاش كاستشاري في النقطة دي إن بسهولة واحدة تقول أنا عملت مرة اثنين تلاتة ما حصلش حمل أو لا خلاص قرمي الورقة القديمة ده عايزين نبدأ من الأول تلق أجيب كل الورقة القديمة ده أشوف تقريب معمل أجنة في المحاولة الأولى والتانية والتالتة أحطي إيدي على مشكلة فيهم بالزبط أنا الحتة دي اللي فيها المشكلة وأبدأ يدور حوار هنا بقى بين دكتور النساء ودكتور أمراض الزكورة ودكتور معمل أجنة علشان في الآخر السيدة دي تصل لأفضل نتائج وأنا أحب أبشر للسيدة صحفة دي السؤال إن في حالات المرة السبعة بتعمل بيحصلش نصيب في التمنى بيحصل حمل فالباب الأمل مش موجود مع إن الأول مرة عملتها وعندها عشرين سنة في السبعة والتمنى كان عندها تسعة وتتين واربعين سنة وحملت فيها وكملت بتيكهم بلبيت الحاجة بتقول عليه سليم جدا إن شاء الله خلينا نقف قدام حتة إنت والتها مهمة جدا تعرف حضرتك إن إحنا عندنا حتى في الوزرات وإبنما بيجيبوا مسؤول كان زمان يروح حادد المسؤول اللي قابلي ده كان بيعملوا خالص وهتجهلوا تماما تماما المشروعات اللي قبل كده اللي كانت مقترحة يقول لك لا لا يردم على ده كله ونبدأ نفكر في المشروعات الجديدة ويمشي في نص المشروعات الجديدة يجي واحد تالت يقول لك لا لا ملايش يقعب الأولان والتاني ده فانتا قلت فكرة حلوة أولا عايزين نأكد عليها اللي هو البناء على ما قد سبق حتى لو مش عندي بالتأكيد لأن ده هيقصة مشوار أنا بشوف بعض المحاولات بتبقى عاملة مرة والتانية الاتنين كوب بست من اللي حصل فيهم كل ما في الأمر في المرة التانية الدكتور ما كلفش نفسه من يراجع اللي حصل معاه في المرة الأولى فحصل لكوب بست طب لي يا جماعة طب ما نشوف في الراحة كده إيه اللي حصل ونستفيد ممكن كون في نقطة معي أنا ما تمش تركيز عليها حاجة ما تمش تحليل فحصه معين يفيد معنا في نقطة ما بلغتهاش الدكتور المعمل حصلت المرة فات خلي بالك البويضات دي فيها مشكلة فعايزين وصائة مغزية خاصة بنوع البويضات دي خلي بالك الحيوان المان وده عنده مشكلة في التكسير فحضره بطريقة خاصة خلي بالك تخصيبها كان قليل فاستخدم وصائة مغزية تخلي التخصيب أفضل وده كلها أمور بتفرم معنا كتير فحالة الحوار بتحصل حوالي الحالة والتركيز يعني عذراً احنا أي نعم عايزين نتعامل وبالنهاد دايماً احنا نتعامل مع أول حالة كأنها آخر مرة هتعمل لكن برضو لما تجي لحالة من البداية هي عامة مرة واثنين ومحصلش حام يبقى لازم هنا أن أنا أقف وبنعمل زي جرس وينظهر لكل التيم عشان نراجع للحصلة دي قضية مهمة جداً يا جماعة بقى الحط أول أنا ما عليش ياخد منك دروس النهاردة أول درس مستفاد النهاردة ابني على ما سبق ابني على بقية اللي كان موجود قبل كده مش تهد اللي فات وتبني من أوله جديد لا ابني على ما سبق الخاصة التانية خاصة سؤال مباشر بتقولك هل لو عملت حقني مجهاري لتحديد نوع الجنين همنع أخلف طبيعي بعد كده ولا لا همنع أن أنا أخلف طبيعي بعد كده ولا لا هو طبعا حقيقة طولي من عرف موضوع تحديد نوع الجنين ده بياخد أهمية خاصة في الريف المصر عمات والصعيد خاصة الله عزيز كلها فبصد ليه المواصم المواصم المصريين حتى اللي عايشين في وسط المدن وكلهم أصلهم ريح وعفكرة في نقطة بتقابلنا مشكلة أكتر في المدينة تقولك أنا عايزة أخلف مرة مرتين فياريت ولد يكون منهم فخلاص هي مش عايزة تجيب التالت أصلا فلكن لصاحبة السؤال بأنه لها ما تقلقش بالعكس ده أنت لو ما كنتش خلفت خالص وعملت حقني مجهاري خاصة لازم وهنا برضو الرسالة بنهمس بودنا دايما يعني متابعينا ودكاترتنا العظام أنه وإنت بتعمل قيصرية لحالة الحقني مجهاري اللي عملت الحملت عن طريق حقني مجهاري اتطمن شوف إيه الأخبار ممكن يكون عملت حقني مجهاري عشان فيه التساقات ممكن تفكها ساعة القيصرية وتحمل الطبيعة بعدها ممكن فيه مشكلة بسيطة ليه علاقة بسبب تأخر الحمل عشان كده عملنا حقني مجهاري فرصتك أنك تحلها لفق قيصرية وتيجي بعد كده تحمل الطبيعة وده حصل كتير وبيحصل كتير معنا فلنطمنها تماما سواء بتعمل حقني مجهاري الأول مرة ما فيش ما يمنع أن يحصل حمل طبيعة بعدها أو لتحديد النوع جديد ده من الباب أولى أنه طبعا إن شاء الله ما فيش ما يمنع أن يحصل حمل بعدها يبقى درس التاني اللي بيعمل القيصرية الدكتور اللي هيعمل القيصرية لازم يراجع مع دكتور الحقني المجهاري بعض الملفات نحي عندي مشاكل في القلب لكن عايزة أعمل حقني مجهاري إيه الحل؟ ده بقى كلاسيك بتاع أفلام عماد حمدي صحي كان دايماً عماد حمدي بيتجوز واحدة عندها مشاكل في القلب ونفسها تخلي تموت يعني في الأفلام يعني ويتجوز بعد كده فنان هشهد يا الله ربنا حم مجمع يعني بس ده كان المتلازمة بتاعت الزوجة الأولينية اللي عندها القلب وعايزة تخلف وضحب نفسها والكلام ده طبعا الموضوع مختلف في توقتي خالص احنا يمكن النقطة دي طبعا نقشناها في فيلم زين حالة اللي عندها القلب وكان ايه بالضبط الكتالوج اللي تعمله لازم يكون فيه دكتور واستشاري أمراض القلب يتابع معنا الحالة دي ويقول ليه الحالة دي تصنفها بدرجة الخطورة عنده أخبار ايه هل هي بسيطة متوسطة ولا عالية الخطورة يعني ايه يعني لو بسيطة خلاص شوية تعليمات بسيطة للسيدة الحامل فترة الحامل وما بعد الولادة أنا ألتزم بيها شوية لكن لا ده حالة خلبك متوسطة الخطورة فإحنا ممكن ننصح يعني لو انت عايزة تحمل معلش تابعي فترة قصيرة كل اسبوعين مع دكتور النساء وكل اسبوعين مع دكتور القلب وهندي بعض العلاجات وبعض التعليمات للدكتور التخدير حتى لو تمت الوعدة القيصرية عشان تفادأ اي مضاعفات ليك فيه درجة اللي قدر الله اللي هي شديدة الخطورة هنا يقول لها ممنوع في الحالة دي يحصل حمل وبالنسبة لنا نرفض تماما ان احنا ندخل في الحالة دي لحد ما دكتور القلب يدينا الشارة الضوء الأخضر ان احنا نبدأ في عملية الحالة مجهري او في فرصة الحمل ان شاء الله يوما برضو درس المستفاد في هنا انه محدش يقول انا عندي القلب ويسكت قلب دي ما كلنا عندنا القلب كلنا عندنا قلب لكن قلب انت عندك قلب وراه القصة وراه حالة بسيطة متوسطة خطيرة زي ما دكتور الاسلام بيقال الحتة اللي جاية تي بقى مهمة هي بتقولك لو عايزة عمل تجميد بويضات بسي مش عايزة احمل دلوقتي تماما ممكن تجمد البويضات مدة قد ايه ده سؤال مهم جدا لان موضوع والحفاظ على الخصوبة بالنسبة للزوجة مبدئيا او حتى للبنات اللي بيتأخروا في سن الزواج بيقوا عايزين حافظوا على عمر الخصوبة بتاعها وده بنشوف في دوقتي مع ضغوط الحياة وعمل المرأة ممكن يتأخر سن الزواجة فهي بتقولك انا اسمع انه فرصتي في الحمل وانا في سن مبكر افضل هل في فرصة انها تجمد بويضات طبعا سواء زوجة عايزة تأجل فرصة يعني زوجها مسافر يقعد تلات سنين مثلا برا ومحتاجة انها دلوقتي مع احتفاظ الخصوبة فتجمد البويضات تمام هي انسة وعايزة تجمد بنقدر نستخلص البويضات بالطريقة تحترم عذريتها وبعيدا خالص عن مشاكل لان السحب زي ما حكى عبتوا ايما بيتم بطريقة كلاسيك من خلال المهبل فده في الانسات بيعمل لنا بعض المشاكل فبنقدر ان احنا نستخلصها اما عن طريق الشرق او عن طريق البطن مباشرة بيتم استخلاص البويضات وتجمدها حالة تدخل لعلاج كماوي او علاج اشعاعي فهنا لازم ننبه نحتاجين حفظ الخصوبة حتى للراجل مش بس للسيدة سيعمل العملية هي استطلقى علاج اشعاعي هيسافر بره مدة طويلة وخلاص عايز يجمد عينة وعنده معادة سفر ما بفعش يأجلوا مثلا ولا حاجة فخلاص هنا عندنا فرصة تجميد لحد امتى بيحتفظ بخصائص الحيوان المنو البيضة عشر وعشرين سنة وطفر ما فيش اي مشكلة تماما في تقنيات التجميد الموجودة حاليا بتحتفظ سواء حيوان المنو بيضة جنين بصفات التجميد اللي تم تجميد عليها ان شاء الله اذا التجميد مستقبله جيد جيد جدا وطرق التجميد الحديث الموجودة حاليا بتخلي فعلا بالعكس احنا بعض المراكز بتستخدم استراتيجي فريس اول ما تزرعش أصلا اجنة في حالات لظروف اجتماعية لظروف سنية مش عايزة تحتفظ بخصوبتها فكل ده متاح والحمد لله عند نفس التقنيات بتحتفظ بدرجة وخصائص الاجنة والبويضات والحيوان المنوية كما تم تجميدها الفيديو ده حلو جدا جدا والأول مرة يمكن هتشوفوه في التلفزيونات العربية ده اعتقد دي يعني أسليب من أسليب التجميد يعني اه 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 طيب السؤال الجاي مختصر بس يعني فيه خبس وقضية مهمة وهو سؤال بشكل مباشر بتسأل واحدة بتقول هو لو أنا هعمل حالة من الجاري أنا سمعت انه على طول توائم 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 يمكن فيه فرق شوية بين الكالتشر المصرية وبين اللي بينصح به العالم كله دلوقتي اه وبينصح به منظمات صحية في العالم كله الكالتشر المصرية كل ما يكون فيه زيادة ده بركة اتنين احسن من واحد تلاتة احسن من اتنين اربعة ياريت فما فيش اي مشكلة في الزيادة تماما معنا فهو يعني بره لا بالتارجت لو السنجل امرو ترانسفير جنين واحد يتم زرعه بيعتبروا بره لو حصل توائم داي بل مركز مضاعفات اه المركز لازم يتراجع ومحتاج اقرار على فكرة شديد تفصيل لو هم الزوجين عايزين نقوله جنينين يبقى لازم اقرار بعلمهم بخطورة ده انه انت عندك فرص اجهد اعلى فرص ولادة مبكرة اعلى مع التوقم مع التوقم اه بمجتمعين معاك التفاصيل دي ان انت بتقول عد تقول لهم انا برجع جنينين اه برجع جنينين طبعا ده لازم حالة الحوار دي لازم يشتركوا فيها الزوجين لان وبرضو خلينا نقطة يا طرق ايما انه تقييم الحالة الجيد مايبقاش مثلا حالة قبل كده حملة بتوقم وولدت ورد مبكرة ازرع عليها جنينين تاني يبقى هنا لأ عشان كده استفيد من التجربة اللي فاتت لأ يبقى هنا نزرع واحد وانصحها حتى لو هي لا واحد معلش يا مدام عشان ما ندخلش في اللي حصل قبل كده اللي رحم مثلا في مشكلة معنا عيب خالكم خلاص رحم زوكرنا واحد يبقى نزرع واحد فيش داعي خالص للمخاطرة بالاتنين والتلاتة والكلام ده كله والباقي زي موان طريقة التجميد اللي بترفيكيشن واللي موجود دلوقت ومدارة الحديثة بتقول انه مفيش اي مشكلة خالص التجميد زي الفرش فنجمد بقى الاجئين ونحتفظ بيهم بس بمر بسلام ليك والطفل في الاخر برضو الدرس اللي احنا يعني هناخده منك في الجوزء ده لانه واضح النهاردة انت حاطط لنا يعني السلوين مهم قوي اللي هو ينبغي وانت ماشي في اي طريق تبص لبداية الطريق بص الورا شوف شوف بداية الطريق ايه ايه اللي حصل السؤال برضو كلاسيكي او غريب بصراحة يعني انا اول مرة اشوف السؤال ده حياتي واحدة بعدها بتقول ايه ايه افضل سن اعمل فيه حقني مجهاري انا مش فاهم السؤال ده بس هل هو ايه بقصدها ان هو يعني السن اللي معنيه بس سن ترقيم ان ايه الفكرة في حاجة انه طبعا حكي عارف احنا مجتمع حتى الرغبة في الانجاب بيسوا فيها الفقير على غني بالعكس مجتمعات الفقيرة بتزيد عندهم الرغبة اكتر في الانجاب يعني فبيبقى الموضوع بعض الاحيان سؤال زي كده بيحل الاقتصادية شوية يعني انا دلوقتي مسأل معيش دلوقتي طيب حد امتى عندي الفرصة ان انا اعمل وان اصلا انا هاخد قرض لا ده انا هستلف ده انا هبيح حاجة الكلام ده كله فممكن يكون هي المسألة اولويات بالنسبة لها هل ازنوا على نفس الوقت وعلى حوالي ونعمل دلوقتي يا حقني مجهري ولا انتظر على امل الظروف تتحسن ماديا معي وقدر ان نقوم بالعملية دي فبنقول لها والله عندك من 18 سنة ل 33 سنة براحتك مفيش فرق خالص في نسب النجاح بعد 33 بتقل شكل تدريجي عند 38 بعدها بتقل بشكل حاد فوق ال40 طبعا بنوصل الـ 2% أنا بس عايز اقول فلوس في عاجات يعني ايه جميلة كتيرة يعني الناس احنا مصر فيها ماشي الله درجة عطاء عالية جدا نحن احنا احنا اكتر بلد في العالم فينا عطاء والله بجد يعني الناس بقى اللي بتدي يعني يعني اتوجه جزء من الزكا لمواضيع الاخصاب والحق طبعا طيبا يعني الآية بطول من احياها فكاننا احيا الناس جميع ويمكن ان شاء الله حلم لينا وفي مبادرة يمكن نختص برنامج الدكتور فيها انه ان شاء الله في مباحثات ويعني ان شاء الله تشاور مع جمعيات مدنية فترة اللي جاية ان احنا ننشي بإذن الله مركز حقن مجهري للعلاج بالمجان ماشا الله بدون اي رسوم تماما للزوجة بدعم طبعا المنظومات المدنية طبعا طبعا يعني تكاتف الناس مع بعضها لانه طبعا الدولة صعب انها تدخل مرضية اللي هي علاج بقى السكر والضغط والكبد والكلة والفشل الكلوي ومشاكل وحلمنا برضو انه ده يدخل في الاولويات لان فعلا انت الاسرة بتفري كتير معاها لما بتنقذها من كابوس بس والله والله يعني دعم الولاد الحلال والناس الطيبة هيبقى مؤثر جدا بين الناس كتير وان شاء الله الامور بقى في اخبار كويس سؤال جادة عايز حلال وسؤال بقى ده قوي جدا يعني واحدة بعدها بتقول احنا عندنا امراض ورصية في العالم كويس هيبقى بتسأل هل الحقن المجهري ممكن من خلاله اقدر اعرف اذا كان طفلي او استبعد ان يكون طفلي من عنده نفس الامراض الورصية طبعا ده هو الحقن المجهري يمكن قد تكون مدارة الوحيدة حاليا لتقدر تجنبني الوسيلة الوحيدة اه الوسيلة الوحيدة تقدر تجنبني الدخول في المشاكل الامراض الورصية فلما بتجينا حالة والزوجين مشتكوا المشاكل اللي علاقوا بالامراض الورصية بنقول نقطة من اول السطر عايزين نضيف استشار امراض ورصية معانا في التيم اللي بيتكلم عن الحالة دي عشان فحص الورصة عشان فحص الورصة ليه بيقول لنا والله بيطلب بعض التحلات الخاصة بالزوجين في الاخر بيقول لنا نخلي بالكم الزوجة دي عندها مشاكل في الجين فلاني فرجاء بنبلغ معمل الأجنة نبدأ نحن ناخد عينات من الأجنة نفحص نشوف هل موجود الجين ده ولا لا الأجنة اللي فيها الجين زي المنغول وغيره بيتم استثناءها واستبعادها من الزرع والأجنة الخالية من المشاكل الوراصية بيتم زرعها فده بصراحة عمل نقلة كبيرة ويعني ربنا يعافي الجميع بيبقى كبوس لما بيكون فيه أمراض وراصية خاصة بالأطفال فطبعا ده حاجة يعني تخدمنا اجتماعيا ومعنويا ومن أجل في الآخر التي كون بيبي الحاجة أشارت ليه في أول حلقة طفل السليم في نهاية الرحلة الحاني مجاري هل الفحص الوراصي اللي احنا شايفينه ده يأثر على الجنين اللي ممكن بعد كده يكبر هو التأثير في الحياة طريقة هيبقى على شكل انه يحصل به حامل أو ما يحصلش لكن مش هيبقى على مستوى انه يحصل فيه تشوهات أو غيره فيه نسبة معروفة من الأجنة بيتم الضرر لها بسبب البايوبسي بتتاخد بتفرق طبعا لو اخدتها في اليوم الثالث على لو اخدتها في اليوم الخامس بتوصل في اليوم الثالث لعشرين في المية من الأجنة انه يحصل فيه هار مضرر وتقدم في الآخر الأجنة انه مش هيكمل تجي تشوف بعد يومين اللي ما يكملش في النهاية لكن تظل هي الطريقة الوحية طبعا تقدم في طريقة أخذ العينة والتقنيات الحديثة كل ده خلى المعدلات أقل كتير وحسن الفرص لكن طبعا هو أفضل وسائل الموجودة والمتاحة حاليا في تجنب المشاكل الورصية هناخد سئلة سريعة وإجابات سريعة عشان وقتنا يعني اللي استنتعنا به معاك جدا جدا هل فشل حال الميجاني؟ هناك شدوط لإجراء العملية؟ طبعا لازم مرة أخرى يعني؟ نراجع الملف الأول تاني الزوجة حالة الرحم ويدور الحوار مع معمل أجنة في حالة زي كده الشؤال التالي ينصح أن بأن تجرى عملية إرجاع الجنين في اليوم الخامس وليس التالت لجميع حالات الحال الميجاني؟ فايدة إرجاع الجنين اليوم الخامس في الإمبروس الإكشن إن أنا أختار أفضل أجنة لتمزرعه لكن لو أنا من البداية عندي عدد من بويضات قليل أقل من 6 بويضات ما فيش داعي إن أنا أعمل الانتظار يوم الخامس لأن البيئة داخل تجويف الرحم قد تكون مهيئة أكثر من الحضانات الخارجية شؤال التالي ده عايز حلق الوعد ومس جميل جدا يعني فيه إجراء المنزرعه بيكون مفيد حتى في حالة عدم وجود أي مشكلة في الرحم لا لا مش محتاجين ده إرهاق مادي ومعنش في الأخي المنزرعه ده عملية وتخدير احتمالة مضاعفات وردة فطبعا لو إحنا مستثنين وجود مشاكل في الرحم بالأشعة التلفزيونية السلسية وده إجراء غير مكلف وغير بدون وجود دليل على مشكلة داخل الرحم بالأشعة التلفزيونية السلسية خاصة نورت وشرفت شكرا أدعت واستمتعت جدا بالحوار معك عادتك ربنا واشكرك شكرا جزيلا على قبولك دعوتنا وشكرا عليك وشكرا عليك على مبادرة الجميلة دي أشكرك شكرا جزيلا ضيف العزيزة القمة المالكبيرة بسوط دكتور إسلام سعيد استشاري الحق المجهري وأطفال النبيب والمدير الطبي لمركز دينة الحق المجهري وأطفال النبيب استشاري جراحات المناظير ومجستير النساء والتريد وعلاج العقم وكل الطبي جماعة أسيوت ودبلومة مستشفيات برمينجهام العلاج المجهري وأطفال النبيب كان ضايق فيه الدكتور يبقى نحن نفهم الدروس المستفادة من اللي احنا شرحنا أو اللي احنا شفنا الناس بتفكر فيه إزاي أكيد جزء من الدروس المهمة جدا الضغط الموجودة على الزوج والزوجة الضغط اللي باين جدا في طريقة السؤال الضغط اللي بيمرسوه للأسف عائلات الجهل فيهم وعدم الثقافة مش مرتبط بالشهادات ممكن تلاقي جدا ناس بسطاء جدا ورحمين على البنت والولد أولادهم وبيعملوهم معاملة بما يرضي الله وممكن تلاقي ناس عندهم الشهادات متعلقة في كل حتة وبيتعاملوا بمنتال قصوة بأسلوب فيه الكثير من الصلافة والغباء لأنه ده غباء أكيد لا تفرجوا علينا ولا حتى أروا أي ورقة في أي مكان ده الفيسبوك في كل حاجة وكوجل في كل حاجة ما أرواش أي حاجة بتقول أنه لا يعير الإنسان أبدا ولا يتهم ولا ينظر له أي نظرة دونية اللي عنده أي مشكلة من مشاكل الإنجاب لأنه إنسان طبيعي للغاية والمشكلة بتتصلح القلم إدى فرص كبيرة جدا للإصلاح أنت بس تعمل حاجة واحدة تتحدى كالدكتور ترجمة نانسي قنقر